اهلا بروك جميعا انا سعاد البقاء من قناة ايزي وي نهاردة ان شاء الله انا اتكلم عن استخدام because and so كلمة because و كلمة so كلمتين مقلوفين بالنسبة لنا عارفينهم و بنستخدمهم كتير لكن مفيش منع ان احنا نشرحهم تاني ممكن يكون في حد بيتلغبط فيهم او مش عارفهم اصلا الاتنين بنقول عليهم conjunctions ادوات رد يعني معنى كده ان هو بتربط او كل واحدة فيهم بتربط بين جملتين الجملتين دول بيكون فيهم جملة سبب و جملة نتيجة سبب و نتيجة اللي هي الجملتين طبعا دول بيستخداموا مع مع اختلاف ترتيبهم في الكلام موقعهم في الجملة يعني في الغالب بنستخدم بين الجملتين اللي هم السبب والنتيجة ولكن طبعا كل واحدة فيهم بتقصد حاجة مختلفة يعني استخدامهم مختلفة because يعني لأن أو بسبب ودي طبعا بتوضح السبب so يعني لذلك ودي بتوضح النتيجة الاتنين عكس بعض من حيث ترتيب الجملتين يعني because بتوضح السبب يبقى بيجي بعدها السبب so بتوضح النتيجة يبقى بيجي بعدها جملة النتيجة يبقى معنى كده لما استخدم because فوسط الكلام بيجي بعدها السبب وقبلها النتيجة وصوب طبعا بيستخدمها فوسط الكلام بيجي بعدها النتيجة وقبلها السبب يعني مثلا لما تقول أنا كلت لأن كنت جعل هنا بتقول I ate because I was hungry أنا كلت لأن كنت جعل أنا كلت هنا دي النتيجة وبعدين لأن اللي هي because وبعدين السبب اللي هي كنت جعل I was hungry طيب لو حبيت استخدم so في نفس الجملة هعكس الجملتين بدل ما كنت بقول I ate because I was hungry هقول I was hungry so I ate أنا كنت جعل لذلك أنا كلت هنا طبعا so جئب لها السبب وجيت بعدها النتيجة أمثلة تانية I took a taxi because I was late أنا خدت تاكسي لأن كنت متأخر طبعا هنا because جئب بعدها السبب اللي هو كنت متأخر وقبلها النتيجة أن أنا خدت تاكسي ولو جيت استخدمت so في نفس الجملة هقول I was late أنا كنت متأخر so لذلك I took a taxi لذلك أنا خدت تاكسي جاي السبب وبعدين النتيجة باستخدام so I was late so I took a taxi طبعا هنقيس على كده أي حاجة نستخدم أو أي كلام نستخدم في because and so الموضوع سهل جدا جدا ولكن بيحتاج منك ومرسل استخدم الحاجات دي ومرسة هتسهل عليك حاجات كتير في اللغة الإنجليزية وهتعرفك جديد في اللغة الإنجليزية لأن كل ما تمارس كل ما المعلومة تثبت معك ويتوديك لحاجات جديدة في اللغة الإنجليزية فهي الممارسة هي اللي هتخليك تعرف أكتر في اللغة الإنجليزية أو في أي شيء تاني بخلاف اللغة الإنجليزية والفيديو ده كان سريع شوية لأن القادة اللي فيه بسيطة جدا وأتمنى أنه يكون سهل وتكون استفدت منه لايك سبسكرايب تانكيو فار واتشين وربنا وفعنا جمال إن شاء الله سلام عليكم